بناء على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار برئاسة الرئيس ميشيل عون وقع رئيس التيار النائب جبران باسيل قراراً بفصل النائب ألاعون من التيار الوطني الحر وأعلن التيار أن القرار الفصلي صدر بعدما تخلف النائب ألاعون عن المثول أمام مجلس الحكماء برئاسة الرئيس ميشيل عون مرات عدة وأصر على موقفه ممتنعاً عن البحث في المخالفات الحزبية التي ارتكبها وأشار إلى أن النائب ألاعون خالف النظام الداخلي للتيار على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية مسقطاً كل المحاولات لإقناعه بالتراجع عن ارتكاب المخالفات ومن بينها محاولة الرئيس المؤسس ميشيل عون وجبران باسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار وأوضح بيان اللجنة المركزية أن رئيس التيار انتظر فترة طويلة قبل اتخاذ أي قرار على أمل أن يتراجعنا أبعون عن ارتكاب المخالفات ومنها عدم قبوله مراراً إعلان التزامه قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ورفض التقيد بسياسات التيار والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي وقدامت فترة الانتظار وإعطاء الفرص حوالي تسعة أشهر من دون أي نتيجة أو تجاوب ما وضع رئيس التيار أمام مسئولياته وواجباته الحزبية فوقع قرار الفصل السبب الأساس هو الالتزام لا شيء غير الالتزام يعني ما حدا اليوم انطلب منه شيء ما عمله انطلب بس أنه يكون حزبي ملتزم وهيدا شيء منطقي جداً بأي حزب يعني كل القرارات اللي بتتاخد بالتيار الوطن الحر بتتاخد بالإجمع يعني ما بتتاخد بفرض رأي على الآخر فما حدا فيه يقول انه فيه شيء تغيير صار كتير كبير وما حدا ناقش فيه أي قرار إن كان التصويت لرئيسة الجمهورية أو التحالفات أو اللقاءات أو القرارات الكبيرة بيعترض من داخل الحزب يعني نحنا كان هيدا خيارنا خيارنا أنه يكون فيه نلاقي الألان هو رئيس الحزب لما بدي أرجع أقبل باللي صار بعد انسحاب ألان أنه الوزير بسيل ربح بالتزكية بدي أرجع على الحزب في أخبار حاول أنه أصدقاء النائب ألان عون وأصدقاء النائب اليسل وصعب يعني هل يتجهون إلى تقدمة استقالتهم فيه امتعاد هل فعلياً صحيح هذا التيار استقالات؟ إذا فيه أي تضامن مع الوزير بصعب أو النائب ألان عون ممكن أنا طلعت عند الرئيس عون بهذه السنة أكتر من مرة وأكتر من مرة قال لي روح له للوزير بسيل خلص ياخد أرار وأنت إذا حكيته يمكن تحكيه غير أنا صرت حكيك إذا مرة ما بيس ونتأخر هالأدل رئيس عون كان أخذ الأرار أسرع من الوزير بسيل وقبل الوزير بسيل سبب الخلاف بين بسيل وعون يعود إلى جلسة الرابع عشر من حزيران الانتقابية والتي لم يلتزم فيها عون بقرار التيار لناحية التصويت لمرشح المعارضة زهاد أزعور وفي معلومات الجديد أن أكتر من اجتماع حصل بين بسيل وعون وطلب بسيل من عون الالتزام بالإجراءات إلا أنها لم تصلح ما أفسدته التراكمات بين الرجلين وبحسب المعلومات فإن عون أرسل كتابا إلى قيادة التيار تحدث فيه عن أن للنائب هامشا من الحرية بمواقفه وإذا كان المطلوب منه الالتزام بقرار الحزب فيجب أن يكون مشاركا بهذا القرار بعيدا عن التفرد وعلى إتر هذا الكتاب وبعد فشل الوسطات من أكثر من طرف أقدم بسيل على فصل عون مصادر معارضة للتيار قالت للجديد أن عنوان الاتهامات المثقة من بسيل إلى عون لا تعدو كونها أكذيب سخيفة لتغطية خوفه وإرباكه الناتج عن عدم صحة ما يقوم به وهو يعلم ذلك تماما وأضافت أن بسيل آخر ما يعطي شهادة بالوفاء وتاريخه حافل بالأمثل على ذلك فهو لم يترك مبدأ لم ينقلب عليه ولا قضية لم يتاجر بها وآخرها جهاد أسعور نفسه بيعا وشراءا ولفتت المصادر إلى أن من أعطى وأفنى عمره في التيار نضالا وتضحية بشهادة كل الناشطين والناس الطيبين قبل النيابة ومعها لا تعلق عليه أوسخ يرميها من اعتاد تسلق المواقع من خلال المصاهرة وختمت بالقول أن كل الخلاف نتج عن مصادرة قرار شعب بكامله ومن ضمنه التيار من دون أدنى أشكال الديمقراطية أو حتى الشورى بعكس كل مبادئ التيار وعلت وجوده تغطية لصفقة بسيل فهل يكون قرار فصل عون من التيار مقدمة لاستقالات جديدة وخصصا أن زميله النائب سيمو أبي رميا قال إذا فصل ألعون من التيار فسيقدم على تقديم استقالته فهل يفعلها أبي رميا؟ ترجمة نانسي قنقر